أصلاً الحدوتة تبتدي من أمتى؟ لا الحدوتة أنا زي ما قلت لك من البيبي لما زي ما كننا مكلمة على الهواء قبل الهواء البيبي من في بطن ماما بنحكي حواديد عادي خالص مش هيفهمها بس ودنه هتاخد على تون صوتك على طريقتك خلاص بيخش في الهواء ألفة وكل حاجة في التربية ليه علاقة بالتعود بأن أنا بعود ابني أو بنتي على ده فأنا أعوده على حدود تقبله شهور لسنة دي أحكي له إيها شهور لسنة بتجيبه له الكتب اللي هي بتبقى قماش بتسبيل عفيها زي ما هو عايز يقطعها إس أوكي كل حاجة وأحكي حواديد اللي هي سمبل اللي هي سطر سطر كده خلاص وغير في صوت يبقى وغني يعني السنة الثغيرة ده خالص حكتين بتنفع معاه الغنى والتوتشنج اللمس اللي هو طريقة بتاعة أهلينا اللي هو نام نام والشاطر عمر وكان فيه واحدة ستة عندها اتنشر بنت وألمسه ومثلا لو فيه حد بيجري أعود أعمل حركة جارية على جسمه السن الصغير ده الطريقة اللي تنفع معاه الغنى نويته بتاخد على ده وابتدي ألمسه الأكبر شوية لو هنخش مثلا من ثلاثة لخمسة الدول بقى بينفع معهم برضو للحاجات المنغمة والتكرار نعود نقرر وهتلاقوا السن ده بيسأل كتير وتكرر بالأساس هقولك نقرر نقرر الكلمة تكرر تاني وبرضو قصة صغنطة مش هنجيب السن الصغير مدتها قدي قصة مثلا دقيقة 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 بس انت هتلعب فيها بقى يعني هغير في صوتك غني هنلعب هقدي أكتر من دور في القصة طيب عايزين نغتنب بيجوت حضرتك كحكواتية كده وتقول لنا على فضيلة معينة وتحكي لنا حدوط تتقابل لنهم مثلا يعني ازاي نقدر نوظف الحدوطة عشان تخدم الفضيلة من غير ما تكون بشكل مباشر طيب خليني بما ان احنا عايزين سن زغنطوت شوية طبعا الفضائل كتيرة جدا والقصص كتيرة جدا 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 بس انا يعني مثلا الحاجة اللي جاية في بادي دلوقتي حدوطة كان والدي بيحكيها لي هو أنا صغيرة وهي كان بتعلم عدم الطمعة يعني الواحد يبقى راضي بما قصب قبل ما تكملي شو في تأثير الحدوطة بقي معاك من امتى طبعا طبعا حدوطة قبل انو انا ببصم على حدوطة تأمين طبعا فهي الحدوطة مش عارفة تعرفوها لا بس هي في التراث المصري اسمها عم مرزقه السلطنية فهو عم مرزق كان راجل على قد الحال عايش مع مراته كان ليه اخ غني جدا اسمه اسم بس اسم ما كانش له مهتم بأخوه ولا بيساعده ولا اي حاجة ونحكيها بنفس طريقة كده ولا يكون في اداء ممكن تحط اداء ممكن تلعب بالصوت بصوت بس هي الحدوطة دي مش ما هتتطلب اداء كبير او هيتطلب اداء لما خش مثلا لان الحدوطة مثلا فيها حتى بتغرق المركب فغير وابا كاش عارف ياخد نفسه وكانت حفن جدا واول ما وصل لليبتاعه عايش الطفل الحالة همثل هو الحكي في جزء تمثيل لان انت كل يعني هقولك ايه خليني اشرح لكم الموضوع ده ببساطة الوقت انا وانا بحكي لك حدوطة غير لما اتفرج عليها في التليفزيون لما بحكي لك حدوطة انت خيالك انت بتغمض كده وبتبني الحدوطة بمكانها باشكالها بجوها بصوت الشخص بطرقته في المشي بلابس ايه كل ده خيالك وانا عندي دايما تمرين كده بعمله مع الناس بتتدرب معايا بخليهم يغمضوا عنيهم واحكي لهم سين كده صغير وقول لهم شوفوا ايه عمري ما اتنين قالوا لي نفس الحاجة شفوها ابدا لان كل واحد فينا بيشوف بعين خياله وبعين تجربته فهم مختلفين جدا احنا مختلفين عن بعض فالخيال ده اللي انت بتبنيه وبتعود تتخيل وتشوف ايه لما انت بقى لما احنا بنوحد بقى نحط اداء زيادة نغير في صوتنا نعمل الاحساس نطلع الاحساس ده بيخلي التجربة بتاعت الحكي ودي بقى الحاجة اللي تفرق ان الحكي اساسا تجربة اكسبيرينس بنخش فيها مع بعض لما باحكي انتو بتخشوا معايا في التجربة دي فهو ده اللي بيخلق تجربة الحكي اشتركوا في القناة